محافظة الدقاهلية بدورها أعلنت عن تتشين مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية أو مبادرة وطن واحد والتي بتستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية في عدد من قرى ومراكز المحافظة كمرحلة أولى المبادرة بتستهدف إقامة 6 قوافل طبية في عدد 6 قرى في 4 مراكز وتوزيع 4000 من مساهمات المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بتبدأ المبادرة من اليوم في المراكز المستهدفة ضمن المبادرة والقوافل الطبية بتضم جميع التخصصات وصرف جميع الأدوية بالمجان